السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الرابع أهلاً وسهلاً بكم درسنا اليوم قصة من قصص العرب وقد تعرفنا سابقاً على القصة وعناصرها عنوان قصتنا حتى لا تضيع المرؤة والمرؤة هي محاسن الأخلاق النخوة والشهامة سأبدأ الآن بقراءة الدرس يروى أن فارساً من العربي اجتاز بادية اشتد فيها القيض حتى صارت رمالها مثل الجمر فلقي في طريقه رجلاً يمشي حافية رق له الفارس فنزل ودعاه إلى الركوب على جواده لكن هذا الماشية كان لصاً من لصوص الخيل فما إن تمكن من ظهر الجواد حتى عذابه فناداه صاحب الجواد لقد وهبتك الجواد ولن أسأل عنه بعد اليوم ولكني أطلب إليك أن تكتم هذا الأمر كي لا ينتشر بين قبائل العرب فلا يغيث القوي الضعيف ولا يرق الراكب للماشي فتزول المرؤة فلما سمع اللص كلامه تملكه الحياء وأعاد الجواد إليه ولم يرضى أن يكون سبباً في ضياع المرؤة بين الناس الآن مع توضيح المعاني وشرح الدرس يروى أن فارساً من العرب اجتاز بادية هذا هو الفارس انظر اجتاز بادية اجتاز أي قطعة وعبرة والبادية هي الأرض في الصحراء هذه البادية كانت تتميز بشدة القيض القيض هو الحر الشديد وكانت رمالها كالجمر كالنار لشدة حرارتها هذا الفارس لقي في طريقه رجلاً هذا الرجل انظر يمشي حافيا فرق له الفارس رق له أن يعطف عليه فلازل هذا الفارس عن جواده ودعا هذا الرجل للركوب على الجواد والجواد هو الحصان هذا الماشي كان لصاً من لصوص الخيل فما إن تمكن من ظهر الجواد تمكن من ظهر الجواد انظر قدر عليه حتى عذابه انظر ماذا نقصد بعذابه رقض به ناداه صاحب الجواد وقال له لقد وهبتك هذا الجواد وهبى مرت معنى في حصة سابقة وهبى بمعنى أعطى ومنحة قال له لقد أعطيتك هذا الحصان ولن أسأل عنه ولكنه طلب إليه أن يكتم هذا الأمر تكتم الأمر يعني تخفي هذا الأمر أي أمر؟ أمر أنه قام بسرقة هذا الخيل لماذا طلب إليه أن يكتم هذا الأمر؟ حتى لا تنتشر هذه القصة بين العرب فإذا انتشرت بين العرب فلن يغيث القوي الضعيف يغيث بمعنى يساعد لن يساعد القوي الضعيف ولن يرق الراكب للماشي لن يعطف أي راكب للماشي لن يعطف هذا الراكب أبدا على حال الماشي فبذلك تزول المرؤة فعندما سمع هذا الكلام أعاد الحصانة إلى الرجل بعد أن تملكه الحياء تملكه الحياء أي شعر بالخجل هو لا يريد أن يكون سببا في ضياع المرؤة ومحاسن الأخلاق بين الناس معاني المفردات اجتاز قطع أو عبر البادية الأرض في الصحراء القيض الحر رق له عطف عليه تمكن منه قدر عليه عدى رقض وأسرع وهب منح وأعطى تكتم تخفي يغيث يساعد المرؤة محاسن الأخلاق الاستخراج استخرج من درسي حتى لا تضيع المرؤة حرفا ناسخا الحرف الناسخ إن أو إحدى أخواتها ووردت في بداية النص يروى أن فارسا أن حرف ناسخ فعلا ماضيا اجتازة حدث وانتهى اسم إشارة هذا جمع تكسير لصوص والمفرد لص فعلا مضارعا منصوبا أي يسبق بأن آدات النصب أن تكتم فعلا مضارعا مجزوما يسبق بآدات الجزم لم لم يرضى سنبدأ الآن بمعاني المفردات والتراكيب في الصفحة الثالثة والستين اختر من الشكل المجاور المعنى المناسب للكلمة الملونة في كل جملة يغيث القوي الضعيفة اجتاز الفارس بادية اشتد فيها القيض أطلب إليك أن تكتم الأمر الكلمات في الصندوق الحر تخفي يساعد ترجل يغيث بمعنى يساعد القيض الحر تكتم تخفي السؤال الذي يليه ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة معنى بادية في اجتاز الفارس بادية الطريق الظاهرة الأرض في الصحراء القرية المشهورة الجواب هو الأرض في الصحراء تملكه الحياء تعني شعر بالحياء شاهد حية عاد إلى الحي تملكه الحياء تعني شعر بالحياء اكتب مقابل كل تركيب كل تركيب مما يأتي معناه من الشكل المجاور تمكن منه عدى به رقى له عطف عليه قدر عليه رقض به تمكن منه بمعنى قدر عليه عدى به بمعنى رقض به رقى له بمعنى عطف عليه السؤال الذي يلي عد إلى درس القراءة وابحث في الفقرة الثالثة عن كلمة بمعنى ما تحته خط في العبارة لم يرضى الرجل أن يكون سببا في ضياع محاسن الأخلاق محاسن الأخلاق تعني المرؤة أسئلة الفهم والاستيعاب كيف أكرم الفارس الرجل حين لقيه في طريقه نزل الفارس عن جواده ودع الرجل إلى الركوب لماذا طلب الفارس إلى اللص أن يكتم ما حدث طلب الفارس إلى اللص أن يكتم ما حدث كي لا ينتشر بين قبائل العرب فلا يغيث القوي الضعيف ولا يرق الراكب للماشي فتزول المرؤة ماذا فعل اللص حين سمع كلام الفارس حين سمع اللص كلام الفارس تملكه الحياء وأعاد الجواد إليه لو كنت مكان الفارس حين سرق اللص حصانه فماذا ستفعل هذا السؤال ستترك الإجابة لك أذكر مثالا للمرؤة بين الناس إن قمت بمساعدة رجل ضرير مثلا وحمل أغراضه ترجمة نانسي قنقر